تمكنت قوات الأمن بجامعة الأزهر اليوم من ضبط 14 طالبة ومعيدة وموظفتين في كلية الطب أثناء تظاهرتهم بحرم الجامعة وإثارة الشغب والعنف من جانبه قال مصدر مسؤول بالأمن الإداري في تصريحات خاصة للحياة الآن إن المقبوض عليهن قطعنا الطريق داخل الجامعة حيث قمنا بإلقاء الحجار على قوات الشرطة وجار فحصهن وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهن